الآن تبدو واشنطن متشككة تجاه النوية الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي هذا الشك بدى واضحا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنثوني بلينكين الذي قال إن بلده لم ترى حتى الآن ما يثبت رغبة إيران أو استعدادها للوفاء بالتزاماتها النووية في الوقت نفسه انتهى العمل بالاتفاقية الموقعة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة منشآت طهران النووية كل هذا يأتي بالتزامن مع ترقب جولة جديدة من محادثة فيينا بشأن ملف إيران النووي ووجود مؤشرات إيجابية عن احتمال وجود توافق خلال الجولة القادمة بشأن اتفاق بين طهران والدول الكبرى كيف تؤثر كل هذه الملابسات على مصاري المحادثات النووية خطوة جديدة للوراء طهران تطوي صفحة المراقبة الدولية على أنشطتها النووية وذلك بعد انتهاء اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة ولذي امتد لثلاثة أشهر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أكد أن وكالة الطاقة الذرية لن تتمكن بعد اليوم من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية الإيرانية الموعد النهائي للاتفاق هو الثاني والعشرون من مايو والذي يوافق نهاية فترة ثلاثة أشهر بعد هذه الأشهر الثلاثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكيد لن يكون لها الحق في الوصول إلى لقطات الكاميرا من المواقع النووية الإيرانية أو نقلها اتفاق المراقبة وقع في الحادي والعشرين من فبراير الماضي بعد زيارة قام بها مدير وكالة الطاقة الذرية رفاء الجروسي إلى طهران وأسفرت عن اتفاق فني يسمح للمفتشين الدوليين بمواصلة عملهم الميداني في المنشآت النووية فيما تعهد الطهران بموجب الاتفاق بتوفير جميع بيانات الكاميرات إذا رفعت العقوبات الأمريكية المالية والنفطية والتي أعادت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها انتهاء الاتفاق سيشكل تحديا كبيرا بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ كانت تعول على تمديد الوضع الراهن فيما يتعلق بأعمال التفتيش بانتظار الحصول على نتائج ملموسة من المحادثات بين القوى الغربية وإيران في فيينا لإعادة واشنطن للاتفاق النووي إذن عقوبات أمريكية لم ترفع حتى الآن ومحادثات نووية لم تثمر بعد عن نتائج عملية فيما تصابق القوى الدولية الزمن للتوصل لتفاهمات مع طهران قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية نرحب بضيفين من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور من واشنطن أيضا ينضم إلى الخبير الاستراتيجي الديمقراطي أريك هوي أهلا بكم أبدأ معك سيد هوي وننطلق من آخر تصريحات أنثني بلينكين التي يبدو بأنه يرى من خلالها بأن إيران ليس لديها النية ولا أعطت أي مؤشرات على أنها تريد عقد اتفاق نووي جديد مع الدول الكبرى كل هذا يأتي في ظل الانتهاء بعمل الاتفاقية الموقعة بين إيران والوكالة الدولية للتقدرية أولا ألا تستغرب وجود تصريح كهذا من وزير الخارجية الأمريكي في ظل ما قيل انتهاء جولة فيينا الأخيرة بربما إيجابية عادة في مثل هذه المفاوضات أحلك لحظة هي تلك التي تسبق الفجر وعندما ننظر إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين في تصريحاته الأخيرة وتعبيره عن شكوكه تجاه إيران في العودة إلى الاتفاق والالتزام به وإذا أضفنا إليها ما قاله المسؤول الإيراني حول أن الوكالة الدولية للتقدرية لم يعد إليها أي وصول إلى كاميرات المواقع نوية الإيرانية هذان التصريحان مهمان للغاية لأنهما يعبران عن تصعيد من الطرفين في حين أن المحادثات في فيينا كانت تجري بشكل جيد من قبل معظم المراقبين وكان هؤلاء الملاحظون متفائلين وفي الواقع يجب أن يكون هناك إشارات بأنه ستكون هناك عواقب إذا لم تقم إيران بمواصلة العمل بشكل بناء وفي الواقع إيران وأمريكا عليهم أن يمضي قدما نأمل أن يفعل ذلك حتى يكون هناك تصريح بشكل إيجابي طيب سيد مصدق بور هل تمتلك إيران طرف طلب شروط فيما يتعلق بتقييد عمل مفتشيئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحن نرى هذه الجوالات المتعلقة بالملف النووي الإيراني إيران الآن تريد تقييدهم ما مدى عقلانية هذا الطلب وهذه الشروط نعم شكرا طبعا إذا أراد إيران تقييد هؤلاء فهذا يدل على أنه لا عقلانية فعلا وأنا لا أعتقد أن إيران ستجنح إلى الأقلانية موضوع إيران لم تغلق على باب لحد الآن وهناك معلومات مواثقة إيران سوف تمنح فرصة من جديد ربما لمدة شهر هذا ما سمعنا من مصدر عظيم في المجلس العالي للأمن القومي الإيراني ستمنح فرصة أخرى لمدة شهر إلى الوكالة يعني كبادرة حسينية أولا لإنجاح هذه المحادثات رغم أنها لم تصل إلى أي نتيجة يعني الجانب الأمريكي ظل على نفس مواقفه والوكالة أيضا لم تفعل شيئا ولكن رغم ذلك لأن إيران أولا أمام انتخاباته يتخاف على سمعتها أولا ثانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح جدا هي تبيت خطة ضد إيران يعني هي تريد تنفيذ هذه الخطة وهذا الشيء ليس خافيا على الجانب الإيراني يعني الولايات المتحدة حاليا هي تقول وتثير شكوك حول عدم تعاون إيران أو حول الموقف الإيراني فيما يتعلق بمحادثات بينا وفي نفس الوقت لديها مفاجأة ربما سوف تفاجئ جميع أشياء الانتخابات يعني ربما سوف تكون لديها مرونة كبيرة غير متوقعة حتى تقلب الطاولة الانتخابية على إيران إيران ستمنح هذه الفرصة للوكالة كما قلت لأنها حريصة على سمعتها لا تريد أن يقول العالم بأنها متمردة على القانون الدولي أو على الإرازة الدولية ولكن شهر يعني شهر ما الذي يمكن أن تحقق في شهر يا سيد بور على الحال يعني أن الأمور يجب أن تدفع يعني هكذا أنا أعتقد لغاية الانتخابات إذن هي لأسباب داخلية ما رأيك سيد هوي يعني وكأنك تقول بأنها لأسباب داخلية هل ترى هذا العامل سيد إيريك هوي فيما يتعلق بقرار البرلمان الإيراني وقف العمل بهذا الاتفاقية وانتهاء العمل بها هل ترى بأن الأسباب داخلية أكثر منها ضغط على المفاوضين في الجولة المقبلة في فيينا علينا أن ننظر إلى 18 من يونيو في إيران لأن هذا الموعد هو مهم بالنسبة للإيرانيين وبطبيعة الحال الكثيرون يعتقدون أن الفرصة لعقد وإبرام أي اتفاق هو قبل 18 من يونيو في الوقت نفسه الرئيس بايدن له ضغط هنا في الداخل الأمريكي من أجل المضي قدما لتوقيع الاتفاق رأينا مؤخرا ارتفاعا في أسعار البترول بسبب ذلك الهجوم السيبراني على خطوط أنبيب الغازة الأمريكية وهناك تحقيق جاري والآن نعرف أن هناك توترات في الشرق الأوسط أيضا زادت من أسعار البترول وأعتقد أن هذه الأسعار قد تواصل تقلبها وارتفاعها إذا لم يحدث هناك تقدم في الملف نووي الإيراني أضف إلى ذلك الضغط الممارس من قبل الإسرائيليين وحربهم في غزة وربما هذا سيدعم موقف بايدن سيد مصدق بور ما هي الشروط التي يمكن أن تفرضها طهران من أجل تمديد العمل بهذه الاتفاقية برأيك أنا أعتقد أولا يجب أن نعرف ما هي مهمة الأكالة الدولية للطاقة الذرية الأكالة الدولية هي لا تستطيع أن تطلب من إيران أو تأمر إيران بأن تفعل كذا وكذا الأكالة الدولية لديها ثلاث وظائف الوظيفة الأولى هي حظر الانتشار النووي يعني معاهدة NBT هي المشرفة وهي المرجع لتنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية من قبل الدول العضاء والمهمة الثانية هي تعاون التقني مع الدول العضاء في هذه الوكالة وهذا ما لم تفعله مع إيران والمهمة الثالثة هي المراقبة يعني مراقبة إيران أو مراقبة الدول الدول العضاء حول أنشطتها النووية وبالتالي هي تعلن فقط هي جهاز تعلن للعالم وتعلم العالم بالنتائج فقط يعني لا أكثر إيران هذا ما تأمله من الوكالة الدولية الطاقة الدولية أما هناك قضايا تتعلق بها التجسس وتجسس المفتشين أنا شخصيا لا أؤمن من هذه القضية لأن صحيح هناك معلومات سرية تنقل من جانب إيران إلى مدير الوكالة الدولية وهذه هي خاصة يعني بدول العضاء في مجلس الحكام وبالتالي الوكالة تضارع تحت دول والدول العضاء هي المسؤولية التي تسرب هذه المعلومات إلى الإعلام مما يؤدي إلى امتعاد جانب الإيراني يعني ما تأمله إيران من هذه الوكالة أن تضغط يعني على الأقل كان من المفترض أن تنتقد الجانب الأمريكي لأنه ما زال مصر على سير على نهج وخطة ترامب في ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران وأيضا يجب أن تنتقد الجانب الأوروبي لأنه لم يتعاون من أجل سد هذا الفراغ ومن أجل دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق هذا الاتفاق هم يقولون يجب أن يطبق هذا الاتفاق ويجب أن تعود إيران إلى هذا الاتفاق ويفرضون الجملة من الحضر على إيران وهذا الحضر يعني هو ليس حضرا واحدا يعني حاليا أنا لا أنكر في محادثات تبيرنا هناك تقدم على صعيد رفع الحضر الاغتصالي وهناك تقدم على صعيد رفع الحضر المالي ولكن هناك حضر تقول الولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبق بهذا الاتفاق وإيران تقول يجب أن يرفع هذا الحضر يعني هنا نقطة الخلاف وأنا لا أعتقد أن هذه النقطة أيضا سوف تكون من الصعوبة بحيث لا يمكن حلها على حال وكالة يجب أن تعمل بواجبها وهذا ما تعمله أنا أعتقد رغم كل ما قيل وقال أنا أعتقد أن إيران سوف تمنح هذه الفرصة للوكالة وغروسي سوف ينجح في مهمتي ولكن لغاية تلك اللحظة سيد بور وسوف يعلن عن ذلك لغاية أن يتحقق ذلك ربما بعد نصف ساعة طيب خلينا أعود إلى سيد إيريك ليوي نحن سوف نسبع نعم سيتحقق هذا شيء طيب في انتظار ذلك إيران تقول بأن وكالة الطاقة الذرية أو النووية لن تحصل على صور المواقع النووية ما الضرر الناتج عن ذلك سيد إيريك هيوي برأيك هذا له ضرر على الوكاية لأنه سيجري تجميد الصور من المواقع النووية وهذا يضاف إلى أن إيران قالت إنه إذا حدث هناك تقدم فإنها ستطلق هذه الصور والآن الإيرانيون يساعدون في تصريحاتهم ويقولون إن الوكالة الدولية لن يعود لها حق للوصول إلى تلك الكاميرات للمراقبة وهناك صور وتشجيلات مهمة تحتاجها الوكالة لتراقب مسألة الترود المركزية وتخصيب اليورانيوم وكذلك أي مواد شطارية قد تكون موجودة هذا تطور مهم وأولئك الذين يعاولون على الدبلوماسية قلقون بهذا الشأن وهذه التصريحات التي نراها وأول تصريحات تصريح أنتوني بلينكين الذي أعرب عن قلقها وقام بتصريح متشائم تجاه المحادثات وكيف سيتأثر انقداء الموعد عليها بعد أن لا يكون للوكالة الدولية وصول إلى الصور وهذا يؤشر بأنه يجب فعل شيء لإنقاذ الأمور وحتى يكون هناك أمل يقال بأن هذه المعلومات سيد بور سيتم حذفها بشكل نهائي حسب الاتفاق الذي جرى قبل ثلاثة أجهر في حال لم يتم رفع العقوبات نحن لا نرى بأن هناك رفع لهذه العقوبات برأيك هل ما تم تصويره ومراقبته الآن حقيقة سيتم حذفه يعني ستذهب ثلاثة أشهر من عمل الوكالة وتصوير ما تقوم به يعني سودان؟ أنا أعتقد الحذف أصبح من يوم أمس بدأ الحذف من يوم أمس الوكالة أصبحت غير قادرة على الوصول إلى هذه الصور وهذه التسجيلات الصور لأنشط الدائرة هناك وهذا القرار يمكن التراجع عنه يعني يعني إذا بدأ الحذف كيف يمكن التراجع عنه؟ سيد بور إذا بدأ الحذف كيف يمكن التراجع عنه؟ الحقيقة يعني لا التراجع عنها يعني إذا كان هناك التفاق وهم أيضا يعني جانب الأمريكي استجاب يعني المطالب الإيرانية بالتأكيد يعني إيران سوف تتراجع يعني ما يخيف الوكالة بالصراحة يجب أن أقول أنقل وأسرب لكم بعض المعلومات من ما يدور بين غروسي والجانب الإيراني يعني الوكالة الدولية تخشى أن تخصب إيران بالنسبة 90% موضوع 60% إيران أشعرت الوكالة بذلك والوكالة هي تراقب يعني هذه العملية وهي لخوف يعني من هذه الناحية وتعرف يعني 60% أيضا يمكن أن يكون لأغراض السلمية ولكن 90% هذا المخيف يعني غروسي هو يصر ويطلب من الجانب الإيراني أن لا تتوصل إلى هذه الأذى الحل وإلى هذه النتيجة وتتحمل يعني الظروف والصعاب وأن الأمور سوف تتحل أنا أعتقد يعني نحن في طريق الحال المشكلة سوف تتحل إسرائيلا تتعود العنصر الضاغط مطلقا يصبح تمام مشاكل وإيران فعلا ردعت إسرائيل أنا قلت لكم قبل فترة أن إيران لدي أساليبي الخاصة لردع إسرائيلي كي تنسى الملف النووي فعلا وهذا ما نشهده اليوم في داخل الأراضي الفلسطينية إيران أعلنت بكل صراحة بأنها تساعد المقاومة تساعد الشعب الفلسطيني وبالتالي هي أبعد قد تصرف إيران أنظار المجتمع الدولي لمدة ولكن ليس طويلا سيد بور خليني أعود مرة أخرى لسيد إيريك هوي الآن في ظل انتهاء العمل بهذه الاتفاقية كيف يمكن التأكد والتحقق وإجراء مراقبة لهذه الأنشطة إن كانت لأغراض سلمية أو تهدف إلى صنع أسلحة نووية كيف يمكن سأكون مفاجأة إذا ألغت إيران هذه السوار لأن منع الوصول إلى تلك الملفات هو شيء أما محوها فهو شيء أخطر وهو يقودنا إلى القول ما إذا كان ذلك سيؤشر إلى نوايا غير طيبة ولذلك أعتقد أن هناك فقط تكتيك من جانب إيران من أجل الضغط على أمريكا وإذا كان المرشد الأعلى يريد أن يصل المتشددون إلى الحكم فإنهم قد يقومون بالتصعيد وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك رفع للعقوبات على إيران وخصوصا العقوبات الاقتصادية أعتقد أن أمريكا ستقدم جزرا إلى إيران قبل موعد الانتخابات من أجل أن تجرجع الإصلاحيين على الفوز في الانتخابات لذلك أتوقع في العشر أيام المقبلة أن يحدث هناك رفع للعقوبات من أمريكا على إيران شكرا جزيلا الخبيل الاستراتيجي الديمقراطي إيريك هوي في واشنطن أشكر أيضا مصدق بور الكاتب والباحث السياسي من طهران شكرا لكم